عدة إلى ارتفاعات جديدة على أسعار النفط العالمية وطلب نهم لا يتوقف أقدمت شركات النفط العربية على زيادة أسعار خاماتها ومع ارتفاع أسعار النفط العالمية بنسبة تزيد على 15% متخطية 93 دولارا رفعت عدة شركات العلاوة السعرية على خاماتها تدعمها مؤشرات على تزايد الطلب العالمي أكثر من المعروض انتعشت العلاوات الفورية لخامات الشرق الأوسط هذا الشهر إذ أصبحت أكثر جاذبية للمشترين الأسيويين بعد نزول أسعار خام دبي القياسي مقابل برينت شركة قطر للطاقة باعت شحنات من خام الشهين للتحميل في مارس القادم بأعلى علاوات سعرية في شهرين وهو ما يتماشى مع انتعاش ملحوظ لخامات الشرق الأوسط هذا الشهر بحسب مصادر تجارية بلغت العلاوة دولارين و67 سنة للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي على الطريق ذاته مضت سوناتراك الجزائرية التي حدثت سعر البيع الرسمي لخام المزيج الصحراوي تحميل فبراير بعلاوة دولارين و70 سنة للبرميل فوق سعر برينت كما رفعت شركة أرامكو السعودية أسعار كل أنواع خاماتها النفطية التي تبيعها لآسيا في مارس تماشيا مع توقعات السوق وزادت أرامكو سعر بيع خامها العربي الخفيف للعملاء الأسيويين لشهر مارس بواقع دولارين و80 سنة عن متوسط سعر خامي عمان ودبي كما أظهرت بيانات الأسواق أن سعر البيع الرسمي للخام العماني في مارس سيزيد نحو 10 دولارات ونصف وصولا إلى 83 دولار و62 سنة للبرميل شركات النفط العربي تجني مكاسب الأسواق لتحقق أعلى المنافع المتوقعة في سوق تتصاعد يوما بعد يوم ترجمة نانسي قنقر